بدوره أكد مجلس صيانة الدستور في إيران أن نائب الأول رئيس سيتولى مهام رئاسة مشيرا إلى أن ملء الشغور الرئاسية سيتم وفقا للدستور دون أي خلل ولفت المجلس أنه سيتم تشكيل مجلس للترتيب للانتخابات خلال مدة تقدر بخمسين يوما حيث سيتولى الرئيس الإيراني القادم مهام رئاسة لأربع سنوات تتجه الأنظار إلى الدستور الإيراني لمعرفة ماذا ينص عليه في حال شغور منصب الرئاسة في البلاد وذلك بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي إثر سقوط مروحيته بالقرب من حدود أزربيجان تاريخيا واجهت إيران فراغا رئاسيا في مناسبتين الأولى في يونيو عام 1981 عندما قرر مجلس الشورى تنحية أول رئيس للبلاد بعد الثورة وهو أبو الحسن بني صدر لعدم الأهلية السياسية وتقرر سيناريو ذاته في العام نفسه عندما اغتيل خلفه الرئيس محمد علي رجائي بتفجير حقيبة مفخخة وتنص المدة 131 من الدستور على أن يتولى النائب الأول للرئيس منصب الرئاسة وحاليا يشغل المنصب محمد مخبر داسفولي أي أنه في حالة غياب رئيسي فإن محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس مسؤولياته بعد موافقة المرشد الأعلى بعد ذلك يتم تشكيل لجنة مكونة من الرئيس المؤقت مخبر ورئيس البرلمان محمد باكر قلباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسين إجئي لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات رئيس جديد للبلاد في غضون خمسين يوما هي إجمال المدة الانتقالية